أبو تقاعد البصرة لا يرد على تليفون أكو قضية محفورة جوه أكو موضوع مطموم بتقاعد البصرة هذا موضوع المتقاعدين بالبصرة وبالأنبار أنا تحدثت به وإن أنا ما أعرف ليش أبو البصرة ضام راسه ولما يتم الإهمال والسكوت إلى هذا الحد أكو قضية محفورة جوه أكو موضوع مطموم بتقاعد البصرة أنا وصلني ما وصلني لكنه المعطيات لم تثبت عندي هيا أولا القضية الثانية يا معالي نواب البصرة ما أنتوا تشوفون هايكم وخواتكم ونسوانكم أو شيابكم صار لهم سنتين يرقضون بباب التقاعد ما رحتوا للتقاعد ما مريتوا على مدير التقاعد ما شفتوني أنا صار لأشهر أصرخ من أجل المتقاعدين بالبصرة ليش هذا مو شغلكم هاي مواجباتكم النواب النائبات اللي أنتم موجودين هناك جيبوه المدير التقاعد وقعدوه مروا على التقاعد المؤسسة الأصلية اللي موجودة في بغداد شوفوا هاي الناس اللي صار لسنة ونسوة تظاهر تظاهر بطرانة وبعدين يا أستاذ أسعد أنت رجل إلك منجز بالبصرة أو أهل البصرة يحبونك يعني زحمة أنت ما تقصر أنا أدري أنت ما تقصر لكن زحمة المتقاعدين صار لهم سنة ونص ما يأخذون إذن أكو مسببات أكو خلل بيجايات أدعتك أستاذ أسعد أكو ورطة موجودة بتقاعد البصرة أنتوني هاي السيدة اللي ناشدت مرحبا أخوة هند السلام عليكم أهلا وسهلا حياتي أخوة هند أنتو أنا هذا الموضوع لكم متابع من زمان صار لكم أكثر من سنة ونص سنتين أبو التقاعد ليش ما يقبل يمشي معاملاتكم إلى بغداد إحنا رحنا عليه قالنا القضية مو يمي القضية يم التربية إذا مو عبد الحسين يسدد الفلوس العلي ما مشي معاملة عبد الحسين اللي هو مدير التربية مالتنا وزيل عبد الحسين إي شو يقول عبود عبودي وقعد قدامنا وحاشانا ويحلف يقول والله أنا مسدد يا بس تاب لعد إحنا وين نروح إذا أنت مسدد وذاك نسدد منهم ما نسدده يعني إحنا توقيفاتنا نكمليها قافية لفواكبنا إي وين نروح قالوا ويم يم المالية راحت اللجنة التنسيقية مالتنا وراحنا للمالية لبغداد إي واستمعوا قالوا بعد ما نروح كذب ما يصدد إي قالوا إن شاء الله أسبوع الله محلولة المالية قبل جدا هاي قبل هالأربعينيه زين قبل ليصير محرم إي وآخر شيء آخر شيء قبل الأربعينيه عبد الحسين أستاذ عبد الحسين أبو علاوي أروح لك بدواء هي دولة لوطة مخرزة شنو ما مسدديني فلوس شنو أبو التقاعد يقول ما وصلتني فلوس زين شنو عبد الحسين التراكمات التقاعدية مالت المواطنين ياخذيني بشيش يوديين لهو سيستم نظام دولة زين دولة يسددون مال شهر لهم مال سنين زين هذا من التقاعد للتربية من التربية للمالية من المالية لعبد الحسين زين هاي كلها كراوي وكلها وقت وكلها وبعدين انت تحلفلهم تطيهم تعاهدات يا أخي صدره بيان أنا أطالبك يا عبد الحسين وأطالب السيد المحافظ أنه يشوف قضية مدير التقاعد اللي موجود بالبصرة وانت يا أستاذ عياد الجبوري التقاعدين بالعراق بيه بلاوي ما الله يرضى بيها لا الأنبار ولا البصرة زين اللي يساكتين هاي الناس ده تصرق بالشوارع هاي نسوان ده تبتشي ليش السكوت على هذا الموضوع عسى ما نريد نذهب عفوا أنا اليوم شوية صح تتعبانة عذروني ما نريد نذهب إلى نظرية المؤامرة لكن هذا التكاسل هذا التماهل هذا عدم الاكتراث وعدم الاهتمام يصل إلى حد أبو تقاعد البصر لا يرد على تليفون ولا يقبل يطلعوا يانا حتى يقول للناس اللي توقف بالشمس اللي يكاتلها الضيم يقول هاي أبا هاي حقوقكم وهذا أمر مستهجن وهذا أمر بيعيب وهذا أمر بإخلال بشرف المسؤولية اشتركوا في القناة